أهلاً ومالحباً بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناتكم جامس بارك أتمنى أن تكونوا دائماً بأفضل الأحوال وفي فيديو اليوم أصدقائي إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة الدفاع سوف يكون معنا جميع المعلومات التي سوف تحتاجها ليكون دفاعك جيد ويكون دفاعك قوي يعني العديد من الأشخاص لاحظت أن هناك الكثير من الأشخاص يسجلون العديد من الأهداف لكن حتى إذا سجل هدفين أو ثلاثة أو أربعة تجد أنه خسر المباراة بسبب الضعف الدفاعي الذي هو يعني تسجل عليه الكثير والكثير من الأهداف حتى أن هناك العديد من الأشخاص يعني تكون مثلاً يريد الصعود في الدفجن مثلاً يكون في الدفجن الثاني وتكون لديه آخر مباراة ومباراة مهمة ويكون متفوق أو متعادل وفي آخر دقيقة يسجل عليه هدف ويضيع الفرصة ويقوم بإعادة الدفجن من الأول ولذلك يا أصدقائي في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على مجموعة من المعلومات والنصائح التي سوف تجعل الدفاع قوي وكيف تختار المدافعين الأقوية واستعيل كل مدافع وكيف تقوم بالتحكم بالمدافعين وعدم ترك يعني حتى لا يشرك المدافعين فراغة لأن في بعض الأحيان تجد أن المدافعين يكونوا متقدمين بشكل كبير وهذا ما يؤدي إلى أن يلعب الخرسم كرة خلف ظهر المدافعين خاصة إذا كان لديه يعني مهاجم سريع مستحيل ومستحيل أن يعني أن تقوم بإرجاع الدفاع وأخطأ الكرة من المهاجم رغم أول لذلك أنه سوف يكون انفراض يعني مستحيل أن تلحق به ومستحيل أن تصد تلك الكرة لذلك يا أصدقاء إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أحاول مساعدتكم قدر الإمكان ويعطيكم مجموعة من الحلول للتحكم في أزرار التحكم وطريقة التحكم في الدفاع وجعل الدفاع قوي المهم يا أصدقاء كل ما عليكم ومتابعة هذا الفيديو من أول دقيقة حتى آخر دقيقة لأخذ جميع المعلومات والاستفادة التامة إن شاء الله من هذا الفيديو حتى يتحسن الدفاع الخاص بكم وكذلك يا أصدقاء أتمنى أن تنسوا اللايك واشتراك في القناة تفعيل زر الجرس إذا كنت تشاهدوني الأول مرة والنزول إلى الأسفل وترك تعليق محافز لنا والآن يا أصدقاء نبدأ هذا الفيديو ونتعرف على المعلومات المهم نقوم بالضغط على أكسترا وهذه المرة لن نقوم بالذهاب إلى زر انفورميشن ودريم تيم لأن نحتاج إلى أي فريق وأي شيء المهم نضغط على جيم سيتين كما تشاهدون ثم بلاي سيتين هنا كما تشاهدون ويعطينا جميع المعلومات الخاصة بأزرار التحكم نقوم بالضغط هنا على كلاسيك يعني أنا صراحة أفضل لعب كلاسيك وليس يعني ألعب بدون أزرار يعني لعب كلاسيك سوف يكون جيد يا أصدقاء ويكون في التحكم أفضل من اللاعب يعني بدون أزرار كذلك هنا يعني الأنالوج وطريقة التحكم في اللاعبين أفضل أن تضعها فيكسل يعني تبقى ثابتة وليس مو يعني تكون متحركة يعني في بعض الأحيان لا تتحرك الأنالوج إذا كانت إذا كنت قد وتعشتها هنا على مو لذلك أنصح حكمي أصدقاء أن تشركوها فيكسل يعني فيكسل سوف تعطيك أهداء جيد رغم أنه في بعض الأحيان لا ترى اللاعبين لأنهم يكونون تحت الأنالوج وإصبال ويكون يكون فوق الأنالوج يعني لا ترى اللاعبين لكن تبقى بصراحة أفضل شيء وأفضل من أن تضعها يعني تتحرك كذلك هنا يعني الأنزلاق يعني الخاص باللعبين يعني يمكنك أن تدعها مانويليل أو أسست يعني اذا تحشها مانويل افضل ان تكون مانويل يعني تتحكم بها يدوي لانه اذا قمت بولعها اصيست في بعض الاحيان يقوم المدافع يعني بالانزلق بشكل خاطئ ويحصل على بطاقة حمراء وتكون لديك بعض المشاكل في الدفاع عن ذاك يعني عندما يخرج لك مدافع ببطاقة حمراء تبقى تلعب بمدافع واحد ويقوم الاظهرة بالدخول للمساندة الدفاعية وسوف يكون يعني امر صيء بصراحة في المباراة خاصة اذا كانت المباراة في بدايتها سوف تعاني طوال المباراة ولن يكون الاظهرة لن يكون لديهم اي ادوار دفاعية لانهم سوف يقومون بالصعود وتقريبا التحول الى قلوب دفاع ولن تكون لديهم تلك القوة للتحول الى قلوب دفاع وبالتالي سوف تعاني لن يكون لديك لا قلوب دفاع ولا اظهرة سوف تعاني ذلك انصحوك بتركها مانويل والتحكم في الانزلاق الخاص باللاعبين يدوين وكذلك يعني حجم الانالوج افضل ان تضعه ميديم او الحجم المتوسط يعني هذه بالنسبة لازرار التحكم والانزلاق الخاص باللاعبين يعني كل شيء الآن يستيقع اتمنى ان تضعه هذه الاعدادات حتى يكون معكم الاعداء جيد ثم سوف اترى ان هناك بعض الاشياء الخاصة بيدفعكم اتشاهدون افضل ان تضعها وليس اصطرار انا صراحة لا افضل اللاعب اصطرار افضل يعني اصطرار او اللاعب العادي كذلك يعني بالنسبة لاشفافية الازرار وفضل ان تضعها حتى لا تكون يعني واضحة بشكل كبير في الشاشة وحتى يمكنك رؤية اللاعبين في بعض الاحيان حتى اذا كانوا يعني خلف ازرار التحكم او تحت ازرار التحكم كذلك وان اعلادات الخاصة بالتحكم كذلك يمكنك زيادة في الحجم او يعني التحريك حسب ما تريد وافضل ان في بعض الاحيان تقوم بوضع الانالوج في مكان الذي سوف تضع في اصبعك مباشرين انه في بعض الاحيان عندما تقوم بوضع اصبعك على الشاشة لا تحرك الانالوج وبالتالي تبقى تحرك اصبعك فقط وترى ان اللاعبين واقفين كذلك افضل ان تضع في مكان الذي سوف تجد في ان اصبعك يذهب اليه مباشرة ثم تضع الانالوج في ذلك المكان مثلا تضع الان اصبعك على الشاشة ترى اين هو موضوع وتقوم برفع الانالوج او انزالها او تحركها المهم في نفس المكان الذي سوف يكون في اصبعك حتى لا تخطأ اثناء المباراة خاصة في الحالات الدفاعية كذلك يمكنك تحرك هذه الازرار في اعلامك التي يذهبوا اليها اصبعك حتى لا يعني لا تقع في اي خطأ اثناء المباراة وترى ان اللاعبين واقفين وانت تتحرك ولكن اللاعبين لا يتحركوا المهم اصدقاء اتمنى ان تكونوا فهمتم هذه الاشياء يعني هذه الاشياء سواء في الاتاكين ستايل او الاتاكين ستايل يعني تبقى واضحة ومهم المهم نستمر في باقي الاعدادات يعني هذه الاعدادات يمكنك تفعيلها يعني كلها بصراحة خاصة يعني هذا الخيار يعني حتى ترى يعني طاقة اللاعبين واللاعب الذي ترى انه يعني طاقته انخفضت او يعني اصبح ضعيف تقوم باخراجه واستبدال كانت هذه فقط الاعدادات يعني التلقائية التي تختلف من شخص الى اخر لكن انا فقط اعطيكم بعض النصائح وافضل يعني الاعدادات والشرحات لكن الان سوف ننتقل الى الجزء العملي والمهم في هذا الفيديو واختيار اللاعبين المدفعين وكذلك الارتكاز يعني اللاعب الارتكاز والمدافعين يعني تصبح تلعب خمس مدافعين يجب الاعتماد عليهم وتركز عليهم حتى يكون دفاعا قويا يعني لا تعتمد على هذا المدافع تاني قلب الدفاع وكذلك قلب الدفاع التاني يعني هذا شيء خاطئ يجب عليك اعتماد كذلك على الباهيرين سواء الضاهر الايصر والضاهر الايمان وكذلك الارتكاز بعض الاشخاص او ايضا بالاشخاص يجعلون دور يعني اللاعب الارتكاز وكذلك اللاعبين الامف بصراحة يكون لديهم اضوار دفاعية مهمة اذا كنت تلعب بلاعبين امف او لاعبين كذلك يعني يكون لديهم اضوار مهمة في الدفاع لذلك يجب اه ملاحظة هذه الاشياء ويعني اخذ اه اخذ هذين اللاعبين بحذر واعطائهم مهام جيدة حتى يكون الدفاع قوي. المهم يا اصدقاء نبدأ اولا بقلوب الدفاع. قلوب الدفاع صراحة انصح بلاعب فانديك وهو يعني لاعب بالضاب. كما تشاهدون ستايل اللاعب الخاص بفانديك بالضاب يعني لاعب يقوم ببناء اللاعب. يقوم مثلا بقطع الكرة ثم بعد ذلك يقوم ببناء اللاعب من الخلف. يقطع القرى يقوم بتمريرها تجد انه يعطيك حلول هجومية يعني رغم انه مدافع لكن يعطيك حلول هجومية كذلك هو ممتاز في الضربات الرأسية. مثلا اذا اراد اي شخص تلعب ضده ان يلعب كرة عالية خلف ظهر المدافعين تجد ان فانديك جيد يقوم بابعاد الكرة بالرأس حتى اذا كانت كرة عالية. كذلك مثلا في بعض الركنيات فانديك ترى انه يقوم بابعاد الركنيات في بعض الاحيان يعني يجب اختيار اللاعب المدافع باحلاء حسب هذه الاشياء. اولا تختار المدافع الاول ان يكون هذه style build up. شيء مهم جدا ان يكون style build up على الاقل ان يكون واحد من المدافعين في قلب الدفاع ان يكون يلعب بالstyle build up ويكون كذلك جيد في الضربات الرأسية حتى يقوم بابعاد يعني الكرة العالية. اما بالنسبة للمدافع الثاني فيستحسن ان يكون يعني style مختلف ليسا build up ان لا تلعب بلاعبين build up. يستحسن ان تلعب مثلا بلاعب يلعب يعني شخص يعني يعني واحد ضد واحد او يلعب مثلا انا لدي مثلا كوليبال هنا يلعب بstyle destroyer يكون جيد بصراحة كما تتعيدون كوليبال يلعب اضعوا مثلا ما كان آآ ليساندرو مارتينيل واصبح لعب بلاعب destroyer ولاعب اخر يعني يلعب style build up يعني سوف يكون جيد يعني لاعب يقوم بقطع الهجمات ولاعب اخر يقوم ببناء الهجمات يعني تنوع دفاع اذا كنت تلعب يعني بلاعبين build up يعني هو الشيء كذلك جيد يعني المهم ان يكون لديك لاعب build up لكن آآ كذلك المهم لانه يقوم بقطع العديد من الكورات يعني بشكل افضل من اللاعبين build up لكن build up جيدين في بناء الهجمات لذلك انصح بتنوع الدفاع بين style build up و style destroy كما تشاهدون يعني قوة عالية انظروا هنا الى طاقة كلب اللي في الرأسية كما تشاهدون هنا هذين يعني لديه اربعة وتمانون مستحيل ان تمر من امامه اي كرة عالية لذلك يا اصدقاء قلت لكم يجب انتفح الى هذه الاشياء الخاصة بقلوب التفاح كذلك كالظاهرين يعني سوءا الظاهر الايصر او الظاهر الايمن لديهم نفس المهام لكن يجب ان يكون اول شيء يعني بالنسبة للاظهرة وجميع الاشخاص يعلمون هذا الشيء ان يكون الظاهرين سريعين يعني حتى تكون لديهم قوة هجومية ودفاعية جيدة لان الظاهر كما تعلمون اصدقاء يجب ان يكون يساند الهجوم ويساند الدفاع انا انصح صراحة انصحكم باختيار كظاهر ايصر ومثلا اذا لم يكن لديك جي بي يمكنك الاعتماد على فريمبونج فريمبونج جيد بصراحة يا اصدقاء ولاعب سريح ويعطيك حلول هجومية ودفاعية لكن لاحظت فقط شيء عند تجربة فريمبونج انه لا يصعد كثيرا يعني يحتاج الى وقت طويل يعني هو يلعب كأنه يلعب يعني مدافع اخر هنا وليس الظاهر يعني كأنه يلعب قلب الدفاع يعني يساند الدفاع بشكل اكبر من اه الهجوم يعني هذا اذا كنت تريد يعني اللاعب بظاهر ولكن لا لا يعطيك حلول هجومية كبيرة اذا كنت لا تحتاج يعني المزيد من المهاجمين يمكنك الاعتماد على فريمبونج اما اذا كنت تريد مهاجمين يعني وبعض الشيء هكذا فيمكنك الاعتماد مثلا على اللاعب مثلا يعني يعطيك حلول هجومية ولكن ضعيف دفاعيا اصدقاء صراحة يعني اذا لعبت مثلا كرة عالية في الجهنة التي يوجد في الجهنة التي يوجد فيها سوف تجد ان المدافع الخاص المهاجم الخاص بالخصم ينطرق خلف ظاهر ارنود ولا يصدع ارنود قطع الكرة بالرأس لانه صراحة ضعيف في الرأسيات حتى انه اذا كانت كرة عالية وكان ترنت ارنود يقف مع مهاجم خاص بالخصف فذلك سوف يكون هدف مستحيل ان يقطع ترنت ارنود اي كرة رأسية حتى انه يعني ليس جيد دفاعيا في بعض الاحيان ورغم انه سريعا يساند هو لديه ادوار هجومية مهمة يقوم بالصعود مساندة مبابي مساندة ميسي مساندة هالاند لكن الادوار الدفاعية ليس افضل شيء بذلك انصح صراحة انذا كنت تريد لاعب لديه ادوار دفاعية جيدة فانصح باللاعب فريمبونج صراحة انا الان العب باللاعب فريمبونج في اه الجهة اليمنى وكذلك يمكنك مثلا اذا كان لديك فريمبونج ولديك كذلك ارنود فيمكنك مثلا وضع اه فريمبونج هنا في الاحتياط ووضع مثلا اليكساندر ارنود مثلا في اه التشكيلة الاساسية واذا كنت اذا رأيت مثلا ان الجهة الخاصة بارنود بعض ويكون فيها العديد من الهجمات الخطيرة فيمكنك حين اذن تغيير بفريمبونج الذي يكون هذه ادوار دفاعية جيدة يعني هذا بالنسبة للظاهرين وكل شيء اصدقاء الخاص هنا في المدفعين اتمنى ان تكونوا قد فهمت ما الفكرة يعني الظاهير يجب ان يكون سريع يساند الدفاع والهجوم وجيد في الرأسيات كذلك قلوب الدفاع يجب ان يكون هناك التنوع بين البيلداب والديستروير اما اه في مركز الارتكاز فلا استغناء عن اللاعب كيميش كيميش يا اصدقاء يجب ان يكون لديكم هذا اللاعب في الارتكاز قوته جيدة وهو رائع صراحة سواء في الدفاع والهجوم ويمكنه اللاعب كجوكر يعني يلعب في العديد من المراكز حتى انه كذلك يمكنك الاعتمد على كيميش في مركز الظاهر يعني لا ينقص طاقته ايش يعني لاعب يلعب في مراكز متعددة بصراحة يا اصدقاء كذلك يجب على هذا اللاعب الخاص بالدائمة فان يكون جيد دفاعيا ان يكون جيد في التمريرات سواء الارضية او الكرات العالية يعني التي يلعبوها كذلك العديد من الاشياء يكون لديه قوة دفاعية صراحة لان هذا اللاعب يقوم ب المساندة الدفاعية خاصة في وسط الميدان يعني شيء جيد ان يكون لديك كيميش في اصدقاء يجب ان تقوم بشراء هذا اللاعب مثلا اذا كان لديكم لعب اخر مثلا فيرا او اي لعب اخر فذلك جيد المهم يجب الانتباه الى هذه الاشياء ان تكون في اللعب الخاص بالدام اف او الارتكاز في فارقكم يكون جيد في الدفاع يكون الذي قوة دفاعية كبيرة يكون جيد في التمريرات ويكون سريع بعض الشيء يعني لا يكون لعب تقيل اذا كان لعب تقيل يعني سوف تعاني بعض الشيء لانه تجد ان المواجمين الخاصين بالخاصين يصيرون الى الدفاعات الخاصة بك بسرعة كبيرة ولا كأنك لا تلعب باي لعب دام اف كما تشاهدون هنا يعني اللذي اثنان وتمانون القفز اثنان وتمانون يعني لاعب يمكنك الاعتماد عليه حتى انه قوي بدنيا في الاحتكاكات يعني هذا اللاعب سوف يكون مفيد لك ان يكون في فارقك يا صديق لذلك هذا كل شيء بالنسبة للدفاع كذلك بالنسبة لهذه اللاعبين ايم اف اذا كان لديك في فارقك لاعبين ايم اف فيمكنك اضافتهم الى فارقك لانه سوف يكون لديهم كذلك ادوار فعجب ان يكون هذين اللاعبين سريعين لانه سوف يساندان الدفاع والهجوم. اتمنى ان تكونوا قد فهمتم هذه الاشياء يا اصدقاء في الخطة. والان سوف ننتقل الى ارضية الميدان ونتعرف على اخر جزء من هذا الفيديو. وهو كيف تلعب بهؤلاء اللاعبين داخل ارضية الميدان وطريقة التحكم به. ومع بداية المباراة اصدقاء ونبدأ بالتحدث عن الظاهيرين وخاصة الظاهيرين الايمن تنشت اليكسندر ارنود الذي يقوم بلاعب الكرة ويقوم باتباعها كما تشاهدون. يعني كما تشاهدون في خريطة. يقوم ارنود بلاعب الكرة ويقوم بالجاري خلفها لكن يترك مساحات خلف ظاهري. هنا مثلا قام كيمش بتغطية عن اللاعب ارنود يعني عندما كان في الوضعية الهجومية. اما بالنسبة لاجواو كانسلوفا هو اللاعب صراحة اللاعب جيد دفاعيا وهجومي. لكن تنشت اليكسندر ارنود يترك بعض المساحات خلفه عندما يقوم بالصعود للمساندة الهجومية. وكذلك مثلا في هذه الحالة التي سوف نشاهد الان. يعني تنشت اليكسندر ارنود يكون جيد صراحة هجوميا يعطيك العديد من الحلول الهجومية والعديد من العرضيات التي قد تسجيل من خلالها بعض الاهذاب مثل هذه الرأسية هنا من صون. لكن كما قلت لكم سابقيني اصدقاء فالمشكلة الوحيدة الموجود في تنشت اليكسندر ارنود هو انه عند المساندة الهجومية مثلا في هذه الحالة كما سوف نشاهد الان يا اصدقاء. الان هنا كرة عند مباب يلعبها يعني الى الكرة تضيع انظروا الى المساحات هنا خلفها. ظهر ارنود كما تشاهدون اصدقاء يعني مساحات كبيرة لكن لحسن الحظ يعني اللاعب هنا تأخر في اه الذهاب بالكرة. وآآآ كانت سوف تكون هجمة خطيرة صراحة للفريق الخصم لذلك. قلت ان ارنود هو جيد جدا هجوميا يعطيك العديد من العرضيات مثل هذه العرضية كذلك هنا يا اصدقاء. يعني كانت سوف تكون عرضية جيدة لكن هاتش دخل الدفاعي للخصم قام بقطها على الكرة. لكن صراحة دفاعيا ارنود يترك العديد والعديد من المساحات في بعض الاحيان تجد ان كيميتش هو من يعم بالتقطيع على أما بالنسبة يعني اللي كما قولت لكم فهو لاعب جيد لكن يعني في بعض المشاكل الدفاعية ويترك بعض المساحات تجيب ان يكون دائما ان تجي ان تترك لاعب خلف من اجل التقطيع لكن يساند الدفاع يعني افضل من الهجوم ولكن الجيد في التركسندر النوض مثلا في هذه الهجمة سوف يقوم بالصعود ويعطيك بعض الحلول الهجومية ويمكنك تسجيل العديد من الهدف من خلال يعني الكرات العرضية الخاصة بالتركسندر النوض وهذا ما سوف نشاهده من خلال هذه العرضية للتركسندر النوض والهدف الاول كما تجاهدون عرضية متقنة من اللاعب يعني اذا كنت تحتاج الى ظهير حصري هجومي يعني وآآ لديك دفاع جيد فانت سوف تحتاج التي سوف يعطيك العديد والعديد من الحلول الهجومي لانه صراحة لاعب هجومي. وبالنسبة للغض كما تشاهدوني اصدقائه سوف نراحل الان شيء رائح صراحة في هذه اللقطة كما تشاهدون. يعني كل لاعب يقف معه لاعب. يعني كل لاعب في فريقنا يقف معه لاعب في فريق الخصم. مما سوف يجعل الفريق الخصم يرشبك ويقوم باعدة الكرة الى الخلف. او يعني توزيعها هكذا. وسوف يقوم كل يبالي باخد الكرة. يعني بنسبة كبيرة. وكذلك سوف يقوم بالرأس يعني كما تشاهدون يعني يعني لديه دراسية جيدة. ومثلا كذلك هنا في في الحالة الموجودة الان يعني لاعب رائح صراحة قام بقى الكرة بالرأس. وقمنا بالحصول على هجم مرتدة سريع. وفي النسبة لهذه حالك ما تشاهدون اصدقائه. يعني لا تقوم بالخرج. يعني لو كنت تخرج بيتنش كان اللاعب سوف يقوم بلاعب الكرة الى الامام وسوف تكون يعني مشكلة كبيرة. وقمت بالدقط على اللاعب بميسي وقمت بيرجع تينش اللاعب الي الخلف وقمت بالحصول على الكرة. يعني يجب ان تقرأ اللعب. يعني اذا كنت في هذه الحالة قمت بالخروج باترينت كان سوف تكون مشكلة وكان سوف يكون يعني محاولة خطيرة على المرمى. يجب ان تفهم هذه الأشياء. يعني لا تضغط بالمدافعين بل قم بالتقضب اللاعبي الذي نعبونك او يعني لاعب او لاعب يعني لا تقوم باخراج المدافعين. كما في هذه الحالة ما تشاهدون. يعني يجب ان تقرأ اللعب. يجب الآن ان تقوم برفع ترينت فوق لان ذلك اللاعب هو الواحد الموجود هناك وذلك هو اللاعب المتح. يجب ان تقرأ يعني اللاعب في هذه الحالات وتقوم بتحريك اللاعب لسات جميع الفراغات الموجودة. كما تشاهدون يعني هنا يعني قمنا بقطع الكرة وهجمة مرتدة سريع يعني خاصة ان كنت تلعب بالمرتدات يعني يجب عليك ان تكون جيد في آآ الدفاع يعني تقوم بقطع الكرة وتقوم ببناء الهجمة بسرعة. كما هنا يجب ان تقرأ اللاعب. يعني هناك لعب متاح. اقوم بتحريك نحو ذلك اللاعب لسات تلك التقرأ ولا يقوم اللاعب يعني بالاختراق من تلك الجهة يعني اذا كنت قمت بتحريك اللاعب اخر كانت سوف تكون كذلك هنا مشكلة وهجمة خطيرة بالنسبة للخصم. عندما قمنا بقطع الكرة انظروا كم تركنا من اللاعب في الخلف يعني حوالي ست لعبي للفريق الخصم بقوا في الخلف وقمنا ببناء هجمة سريعة في غياب اولئك اللاعبين يعني هذا هو الشيء الجيد في الهجمة المتشدة يعني خمس ست لعبين من الفريق الخصم بقوا في الخلف مما اعطانا مساحات للتغط وتسجيل الهدف التاني في المباراة عن طريق من؟ عن طريق اللاعب جواو كانسلو الطهير اللي قام يقاطع الكرة يعني وفي هذه الحالك ما تشاهدون بين اكتر الاشياء التي اكرهها في اللعبة يعني كم تشيقون بسد الفراغات فوق لكن اللاعب قام بشيء رائع صراحة قام بتمرير الكرة والدفاع الخاص بارادة ان نضع اللاعب المهاجم في قطة التسلل لكن كل ما ليتأخر وهذا هو الشيء السي يعني كدنا ان نستقبل اول الاهداف لذلك يجب ان تنتبهوا لهذه الاشياء ولا تقاموا بيعني اه عمل دفاع متقدم او يعني ان تقاموا بتفعيل يعني خطة التسلل لانه كما شاهدتم الان كدنا ان نستقبل اول هدف في المباراة بسبب خطة التسلل وكل يظهر يتأخر يعني حتى اذا كنت تريد لعب خطة التسلل اعتمد على اه المدافعين يعني لديهم سرعة جيدة حتى يعني لا يبقى لعب متأخر كما حدث معي وتستقبل يعني الاهداف بسبب هذه الخطة لان في بعض الاحيان يجد ان جميع المدافعين يقومون بالخروج الا لاعب يعني الا مدافع واحد يبقى في الخلف وتستقبل الاهداف يعني هذا هو الشيء الذي يجب عليك معرفته بالنسبة لانسالي بالدفاع وكما تشاهدون هنا يعني كنا نستحوذ على القرى نقوم بتزديد يعني لا محاولة للخصم ونجوم المباراة كما تشاهدون يعني الدفاعين المدافعين صراحة قاموا باداء جيد وهم نجوم المباراة كما تشاهدون فاندي كوليبالي نوير اه ترينت عليكسندر ارنولد وكانسيلو وكيميتش يعني هؤلاء هم اه افضل اللاعبين في المباراة يعني بالاضافة الى هالاند الذي قاموا بسجيل الهدف يعني كما تشاهدتم الاصدقاء عندما اعتمدنا على اساليب الدفاع فالمدافعين هم نجوم